هنتكلم عن الامage classification وهو الامage classification هو ان انا ازاي اقدر اصنف صورة عندي انا عندي مجموعة من الصور ومجموعة من التصنيفات عاوز احط كل صورة في التصنيف بتاعها عندي مثلا مجموعة صور لسينز وانا عاوز اخد كل صورة واقول ده انه سين هل مثلا دي صورة على الشاطر دي صورة للسمن دي صورة اندور دي صورة للطريق كل تصنيف من دول ده اذا classification فانا محتاج حاجة الclassifier وظيفته انه ياخد الصورة يطلعلي اللابل بتاعها او الclass بتاعها ده اللي احنا هنتعامل معه احنا مين لي هنتكلم على الكاتيجري بتاعت traditional machine learning وهو ما زال بالرغم من انتشارة deep learning هو ساعات بيستخدم على الاقل اخلص as baseline عشان اجلب عليه problem جديدة اشوف الفرق بينه وبين ال deep learning فهو لغاية النهاردة بلي استخدامات وساعات بيحقق نتائج كويسة ساعات بيحقق نتائج بيحقق السلايدي من كورس ستانفورد ده شكل الclassical computer vision pipeline او ممكن نعتبره اللي هو traditional pipeline انا عندي صور مجبوعة من الصور input الصور دي ليها classification معين يعني كل صورة من الصور دي معروف دي ايه يعني مثلا الصف ده كله عبارة عن صور dogs الصف ده كله عبارة عن صور chips suffered و هكذا فكل صف من دول في صورة و ليها اللابل بتاعها الصورة دي انا عندي حل من اثنين الطريقتين بيستخدامه يا اما الاول extract منها features وبعد كده ادخلها للclassifier يا اما directly ادخلها للclassifier عندي دول to approach جوه الclassifier كمان محتاج علشان يتعلم training labels وهنا محتاجين نشرح يعني ايه كلمة training او يعني ايه كلمة يتعلم الclassifier وظفته انه لما هتجيله صورة ما شافهاش قبل كده يشوف هي شبهة انهي من الصور اللي عنده ويحدد ان دي classification بتاعها كزا عشان يوصل لده هو بيحتاج يتعلم ياخد مجموعة من الصور او مجموعة من features ويبدأ يحاول يشوف ازاي عن طريق features دي يفرق الصور عن بعضه وده اللي هنتكلم عنه وهناخد كزا نوع من انواع classifiers واحنا شغاله فالclassifier ده محتاج يحصل له حاجة اسمها training انه يبدأ يتعلم يخشر له الصورة بالlabel بتاعها خطوة 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 مع زيادة data مع زيادة labels يوصل training اللي classifier متعلم عارف هو بيعمل ايه بالظبط ناخده ناخد الصورة التست اللي هو ما يعرفش عنها اي حاجة لا اعتبروا ان احنا عملنا application او website هيخش user يرفع لك صورة انت مش شفتاش قبل كده الclassifier مش شفتاش قبل كده هتطلع منها features زي ما عملنا في المرحلة الاولى وندخلها على classifier يطلع لحاجة اسمها prediction اللي هو التوقع بتاعه ان ده كلب ولا قطة ولا يبز فده كده باختصار فنقدر نختصر الكلام ده ان احنا عندنا features بتخش على classifier تعمل training وبعد كده في test بدخل features على learned classifier خلاص بقى تعلم وبطلع منه prediction نقدر نقسم ده two phases ده learning phase وال evaluation ده كده باختصار classical computer vision by black احنا هنتكلم النهاردة التفاصيل بتاعتنا الاكتر عن الجزء بتاع classification والجزء بتاع training ازاي يقدر اوصل لك ازاي يقدر اوصل لك classifier متعلم وعليف يستخدم او يشتغل مع الحياة تمام هنتكلم عن اه هنتكلم عن ايه هو machine learning approach ازاي نقدر نتارجت classification problem او اي computer vision problem لها علاقة بالclassification عن طريق machine learning هنتكلم عن مجموعة من المثل مثل nearest neighbor و k-nearest neighbor support vector machine او sbm وال neural networks هنتكلم باختصار عن الحاجات دي وازاي نقدر نتعامل معها وازاي نختار البرامتر بتاعها وبعد كده هنتكلم عن الفرق ما بين training phase المرحلة الاولى اللي احنا تكلمنا عنها اللي الموديل بيتعلم فيها والمرحلة التالية اللي احنا هن evaluate الموديل ده عشان نعرف كفاءة بتاعته شكلها عامل ازاي هل احنا محتاجين image features دي سؤال مهم وعلشان نجاوب عليه محتاجين نبدأ نفكر هل انا الصورة كلها مهمة بالنسبالي ولا انا نقط معينة الوان معينة features discriminated features بتوضحلي فروقات ما بين الصور انا محتاجينش على الصورة كلها في حالة مثلا انا بفرق بين cats و dogs انا يهمني نقط او اجزاء معينة في الصورة لكن ال background ممكن يبقى ال cat or dog منتصورين بنفس ال background بس هما classification مختلف فانا بدور على ال discriminative مهم ان احنا نحتاجين features يكون dimensions لأي صورة طالما الحجم متغير يعني وليكن اسهل مثال ممكن نشتغل عليه مثلا معين features ضعيفة جدا طبعا لكن هي histogram histogram العادي grayscale levels هو عبارة عن 0 لـ 255 56 يعني value هو عبارة عن شوية values حجمها ثابت للصورة طالما والصورة دخلة بنفس الشكل سيطلع الفيكتور ثابت وانا محتاج يكون حجم feature ثابت عشان نقدر ندخل ها على classifier لان في الاخر classifier يستطيع التعلم عن طريق ان الفيكتور يكون حجمه ثابت طبعا هنتكلم على الحاجات التي نتعلم مع المهم في حاجات more advanced بس نتكلم عن typical or primitive المحاضرة سنتعامل كأن الصورة تخش على classifier ولكن مهم جدا نقول ونبدأ ان هذا ليس واقعي وليس حق نتائج كويسة في معظم applications نحن محتاجين طالما هنشتغل traditional machine learning نطلع discriminative features نحن لنستخدم image على طول ومش هنستخدم features علشان visualization يكون أسهل للناس تكون الناس فهمة هي شغلة كيف سيكون أبسط للناس بكتير وهتشوف الكلام اوضح لما نبدأ ندخل في architecture أكتر يعني image classification يعني عندي صورة معينة ومعندي مجموعة من labels أنا عاوز أعرف الصورة تميل أكتر لأني label هل الصورة أكتر dog ولا cat ولا track ولا plane ولا اي بالضغط مشكلتي الأساسية المجموعة مشكلتي في image processing عموما او الكمبيوتر البيجان عموما اللي أنا شايفه بعيني ده واضح جدا انه قط بس الحقيقة ان اللي متسجل في الكمبيوتر هو شوية أرقام ومفيش علاقة مباشلة ما بين مثلا رقم 81 اللي هنا ده ومدي قط فما فيش علاقة مباشلة ما بين اللي الكمبيوتر شايف شايفه فأنا محتاج اجيب حاجة تخلي المشكلة تتحلق فلو انا عندي مثلا الصورة مثلا 800 600 300 أنا عندي massive amount of values معظمها مالوش اي علاقة بدي قط اللون ده الواحد وما بيعبرش ده قط الواحد بالbackground مالوش ده عواوها كذا فدي من ضمن المشاكل ان المعنى بتاعها مختلف عن قيمتها كأرقام معنى بتاعها كمجموعة مع معدها بتكون شكل قط مختلف عن value بتاعت كل واحد فيه من ضمن challenge for classification problems هي اول view point variation اذا صورت بكاميرا هنا غير لو صورت بكاميرا هنا غير لو صورت بكاميرا هنا النقط قيمتها تتغير بيكسل تتغير كلها ترتبهم وعلاقتهم ببعض هيتغيروا قيمتها 100 150 130 قطيمة بيكسل هذا مش وقعي illumination انا ممكن اصور نفس الصورة من نفس المكان من نفس الكاميرا من نفس point لكن في نفس الوقت لو انا غيرت الاضاءة قيم البيكسل كلها بتتغير بعد كده عندي background clutter ان انا ممكن background تبقى داخلة في الصورة والالوان تبقى متداخلة مع بعضها فانا اصلا فصل الحاجة عن background يبقى صعب بعد كده عندي occlusion وده ان انا باختصار الobject عندي مش كامل مش واضح انا عندي اجزاء بس يعني مثلا هنا لو ركزتوا هتلاقوا ان الوش مش باين قوي هنا مش باين غير الديل بس وهكذا وعندي deformation ان انا في الاخر متعود ان اصور اتجاه معين مش دايما ان الاتجاه ده هيبقى متاح ساعات بتبقى في حاجات بتبقى values ومش جاية مظبوطة في الصورة وهكذا بعد كده عندي حاجة اسمها intra class variation ان كلمة قطة ده مش كلمة ده مش حاجة معينة لها لون ثابت وحجم ثابت وشكل ثابت ده عبارة عن variations من احجام معيقة احجام مختلفة الوان مختلفة اشكال مختلفة فانا محتاج كل دول اسميهم cat ومفهومش الحاجات المشتركة اللي ما بينهم حاجات كلها semantic مش حاجات واضحة او سهل ان احنا حسيبها من الارقام فيه كمان الconcast ان الصورة لو متصورة مثلا الصورة بتاعت الكلب ده لو انا مصوره بنسبة 90% classifier هيتطلعه على انه tiger وده منطقي لانه في الاخر العمدان دي لما واقع عليها ضو خلت الضل يبينه كأنه فعلا نمر كأنه tiger وده نجد الconcast اثار كتير جدا على الصورة وبالتالي اثار كتير على classification نبدأ الموضوع ببساطة ايه هو image classification شكل الالجوريزم هيتطلع ازاي هو باختصار function بتاخد صورة ترجع لابل بتاخد الصورة اللي احنا شفناها قبل كده تقوليني dcap او ddog او اي حاجة ده باختصار classification function ده وظفته لكن مشكلته ايه مشكلته انه مالوش طريقة ثابتية انت لما بقول لك sorting انت عارفت بغض النظر عن input انت عارف هتعمله ازاي لكن في حالة classification المشكلة مفيش طريقة واضحة انا مش عارف الحاجات اللي هفرق ما بينهم دول اجيبي الفرق بينهم ازاي بالزبط منها ومعايا القيم انا مش محتاج classifier لك انا محتاج classifier عشان يساعدني تعالوا مثلا ناخد مثال لو انا قررت ان استخدم edges ومنها اطلع corners ومع دين اعمل ايه اكمل ازاي لو انا عرفت ان هنا مثلا في المكان ده كده في مفيش حاجة من الحاجات دي هتكون واضحة concrete انا عارف بالزبط اللي هقض فالحل ان انا عاوز حاجة شيئا ما لسه نتكلم في التفاصيل ده ازاي بيشتغل شيئا ما هيعود يتعلم على الصغر دي وهو بقى اللي يقول او ده لما بيجي مثلا ال corner اللي تحت ده مع corner الفوق قصدي ده يبقى cat اللي هيجمع العلاقة دي ما بين ارقام انا نفسي مش قادر احكم عليها كيوزر بيستخدم السيستم او كdeveloper حتى بيعمله development ده classifier classifier هتديله شوية features وهو يعمل علاقات mathematical ما بينها كأنه باختصار لو احنا يعني oversimplification كأنه بيعمل معادلة تقول لي X A يعني يوضح الفكرة انا في الآخر عايز حاجة بعد ما تتعلم اديها الصورة تقول لي نقدر نقول ان احنا علشان نعمل اي machine learning approach سواء كانت traditional او حتى deep learning ده برا برا الاسكوب بتاعنا بس هيستخدم نفس الطريقة هي حاجة نقدر نعتبر ها data driven approach يعني الاساس بتاع data انا اهم حاجة بالنسبالي ان انا اعمل data set من الصور data set يعني عندي مجموعة من الصور بالlabels بتاع يعني كأنني بديل الكمبيوتر مجموعة من المسائل المحلولة انا بديك الصورة وبقول لك انا عارف ان دي اقط تاني حاجة هستخدم machine learning algorithm عشان اعلم classifier لما هدي له ال input اللي احنا قلنا labeled يعني هو مع الوقت يبدأ يتعلم ازاي يفرق ما بينه وبالبعض بعد كده evaluate classifier عشان عرف هم طلع نتيج كويس او لا تاني لو احنا حبينا نكتب الكلام ده ك function مختصرة جدا في python كأن انا بدي للمodel عشان يتعلم بديله شوية images وشوية labels ان الصورة الاولى دي مختص شغله يرجع لموديل متعلم موديل اول ما يديله صورة يديني الاودت وهذه الخطوة الثانية اللي هي prediction بعد خلاص الموديل بيتعلم بقى مواخ test images صوره ما شافه قبل كده في حياته وقال له جرب للصور دي واشوف طلع كم واحدة صح وكم واحدة غنط لو قدر يطلع عم صور كثيرة صح يبقى تعلم كويس لو طلعها غلط خالص يبقى معرف اتعلم شيء للإمبوت يبقى حاجة مش مزلوطة وده باختصار هو الclassifier ولو انت دايما عايز تعمل لها simplification في دماغك اعتبر انت بتحاول تعلم طفل صغير ازاي يفرق ما بين حاجات لما بنعلم الأطفال ما ونعطش نقول له حاجات specific لك احنا بنولي له الحاجات وهو يبدأ يتعلم انه لوحده ازاي يعرف يفصل ده عندي هنتكلم عن elnearest neighbor classifier وهو واحد من ابسط واسهل انواع classifier elnearest neighbor هو عبارة عن direct application انا معاي كل الdayta والlabels اللي اتعلمت عليها بخليها عمدي وكل ما يجي لي واحد جديد اقعد اقرب بكل اللي متسجلين عندي واشوف اقرب واحد لي هو دوت يبقى الصح يعني انا اقرب بكل الصور اللي موجود لو لقيت اقرب صورة لي صورة كل يبقى هو كل لو لقيت اقرب صورة لي صورة قط يبقى هو وانشوف ده ازاي دلوقتي لكن هو بالبساطة دي لو انا عندي مثلا دي ال input images دي الصور اللي داخله لل system اللي هو اتعلم عليها وانا بعد كده جبت الصورة دي قلت له شوف لي الصورة دي انهي نوع من الصور هاخد الصورة دي يقررنها بأول صورة يجيب الفرق ما بينه وبعد كده يقررنها بتاني صور وبعد كده طبعا في الحقيقة هم بيبقوش خمس صور هم بيبقو ملايين الصور فهو يقررن نفسه بالمليون صورة مثلا لو صردنا هم مليون صورة ويشوف اقرب صورة في المليون لي ايه ويبقى هو ده ال classification بتاعه يشوف الصورة اللي قريبة قوي منه دي كان نوع هاي مثلا cat يبقى هو ده ال cat عشان ده يحسب الفرق ده ده اسمها distance metric المسافة ما بيننا الفرق ما بيننا قد ايه اسهل نوع هو L1 distance باختصار انه بشوف الفرق absolute value بطرح كل value اولى ما اقص value التانية يطلع لي راقط ويجيب absolute value عشان يفرق معي هوا positive ولا negative انا يفرق معي ان الفرق بينهم قد ايه وخلاص طرحت كل بيكسل من البيكسل اللي قدامي بعد ما معنى كل ده بقى مدمع كل الارقام دي فاطلعلي distance 456 ده الفرق ما بين الصورة دي والصورة دي انا اللي عايز اشوفه اقل فرق يعني انا الحالة المسالية انا ممكن الاقي صورة شبه الصورة اللي انا اخترتها بالظبط ده عمليا مستحيل لكن ده اسهل مثال هيبقى الفرق بينهم صفر فده ideal case انا في العادي بدور على الاقرب مش هيبقى صفر بس هيبقى رقم قريب ده شكل الالجوريات بتاع nearest neighbor طبعا الناس عارفة زي تستخدم python هو عبارة عن بس two main functions training و prediction او train و predict train دي وظفتها انها تعلم الclassifier predict دي وظفتها منها لما ديها input جديد يقوللي classification بتاعوي التraining في حالة نستيبقى ولا حاجة انا بسجل اللي اديت عمي ما بعملش اي حاجة دي ده من من رايز بس ده وظفت training في حالة prediction انا بعدتي على الصور اللي انا مسجلها صورة صورة وابدأ اقارن الصورة اللي انا عاوزها اللي انا عاوز اعرف classification بتاعها بالصورة اللي انا اصلا مسجلها عنها وابدأ احسب distance ودور من اقرب واحد ده وانحنا افترضنا انهم عشر صور ولقيت مثلا اقعدت احسب distance مبين وبين كل واحدة فيها تنعني فيكتور حجمه 10 كل element بيعبر عن الفرق مبين وما بين صورة من الصورة التانية الصورة الكويري اللي انا بدور عليها والصورة training بعد كده بشوف اقرب اقرب distance انه واحدة فيهم تخيلوا مثلا معي ان اقرب صورة هي صورة رقم 3 يبقى انا اللي هيطلع لي الاندكس ده 3 هروح اشوف في training set رقم 3 ده كان classification بتاعه كات مثلا يبقى انا classification اللي انا عاوزه اللي انا بدور عليه 3 كات زي زي السامبل اللي كات قريبا من مشكلتي مع ده انه سريح جدا كتريني لو تاخدوا بالكو فانكشن بتاع التريني بتاع مش احد هي مجرد بس سجلت الديت عندها وده ولا حاجة لكن بطيئة جدا في prediction انا في prediction محتاج عدي على كل sample و current مديني ومدين ولو افترضت ان هي الoperation ده هتاخد one unit one operation يبقى انا محتاج n operations بعدد السامبل زي اللي في training ست اني ده بقى رقم كبير جدا مشكلة هنا في ايه المشكلة ان هنا training سريع لكن prediction بطيء انا في العادي محتاج prediction هو اللي بقى سريع لان training بعمله مرة واحدة وخلاص انا لما مثلا بيتحط system machine learning online لما انت بتسرش على اي حاجة ولا بتعمل اي حاجة انت دايما بتستخدمه في prediction سيء لانه بطيء جدا في حالة prediction في طرق بتسرع بس هي out of scope مش عندنا في course يعني لكن اللي عايز يبص عليها في طرق بتسرع فكرة nearest neighbor لو احنا نعمل visualization وعشان نسهر على نفسنا هنأعتبر ان احنا عندنا nearest neighbor وشيال على حاجة مجرد x و y فيها two dimensions two values فده شكل points training points مخصوصة بالمنظر يعني لو انا جاي test point او test sample و جي مكانها هنا فهلاقي ان اقرب حاجة اللي ازرق فكل الحاجات اللي بنون اللي ازرق ده اي نقطة فيهم هتقع عليها اي اي sample هيبقى اقرب حاجة لها دايما ازرق وهنا ده الاخضر وهنا ده الاصفر لما نركز في الكلام ده او في مناطق كثيرة بس في مناطق هتبان غريبة جدا هل الطبيعي ان لما تيجي نقطة هنا اعتبرها طبع لاحمر ولا لا ازرق لما يجي لنقطة هنا مثلا في آخر الجزء الاحمر اعتبرها احمر ولا ازرق المكان الاخضر هو النقطة دي هل اعتبر الحاجات اللي هنا اخضر ولا اصفر بالرغم هي اقرب النقطة اللي من النوع دي هل نسميها outliers يعني هي نقطة موجودة في training set بالclass اللي هو البرصفر ده لكنه في نفس الوقت مش ده الconventional the samples بتبقى extreme او يا اما نفترض انها معمل لها labeling غلط يا اما ممكن يبقى labeling صح بس هي sample extreme عشان تتخيلوها تخيلو شكل بس رحلة بمقار ملين صور و لونها لبني جدا زي السماء بالضبط الصورتين هيتطلعوا شبه بعض جدا فممكن تنق ان صور السماء لما تيجي بعد كده classifier بتاعك بيطلعها انها بحر لانه خد sample extreme قوي في صور البحر دي وبقى بيقارن بيها لوحدها فانا هنا مشكلتي انه outlier بيأثر جدا 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 عن نتائج نتائج مجرد sample واحدة اللي هي sample دي هتلغبط لي classification في النقط دي كلها تمام هنتكلم عن k nearest neighbor والفرق ما بين وما بين nearest neighbor العادي بنا بدأ 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 بدور على اقرب neighbor انا بشوف اقرب k neighbors ك دوات رقم hyper parameter بختاره زي ما انا عاوز وبناء عليهم بشوف اللي اقرب لي كم واحد من كل class يعني مثلا لو انا مختار ان k ب3 زي المثال دا فساعتها عشان احدد لو جالي sample هنا دي هتبقى تابع اللون لخضر من الأصفر هدور على أقرب 3 هلا ان ده قريب مني الأخضر وده أخضر وده أصفر يبقى انا عندي اتنين أخضر قدام واحد أصفر يبقى الclassification هتطلع أخضر من الآخر انا هنا ليس بدور على قرب واحد بس هنا باخد k closest nearest neighbors وبعمل majority بشوف مين أكتر حواليا وطبعا لو المفروض ان في العادي تختار k يبقى odd علشان تضمن على قد وتقدر ان ما يحصل تساوي ولو حصل تساوي على عدد الclasses ممكن يبقى هو نفسه عدد كبير يعني ساعتها ممكن بنطلع الnatage random بنختار أول واحد حسب الapplication وحسب اهمية classification ونقدر نعتبر كبه ان k n هو الحال الأعلى من nearest neighbor وسواء مستخدم k n أو مستخدم nearest neighbor اللي هو نقدر نعتبر k n و s k equal one انا محتاج distance matrix ايه الطريقة اللي هحدد بيها مين قريب من الطريقة اللي هقيه بيها المسافة مديني مدين التraining sub الطريقة دي هي يا إما l manhattan اللوان distance و اللي هنا باختصار بيجيب absolute value إما الطريقة المشهولة أكتر اللي هي eclidian distance ان انا بجيب square difference ومعمل square root ده بيكون شكل التأسين بتاع الشغل اللي هنا استخدمت المنهة وده بيكون الشكل بتاع eclidian هتلاقي بس الجزء اللي هيكون أوضح إلي حد ما هو فكرة انه eclidian distance بيميل اكتر انه كأن احنا نحن نحن في circle لكن manhattan او l1 بيبقى more square في كل الحالات difference ويبقاش ضخم قوي ممكن يفرق لو نستخدم application specific بس في الظروف العادية ده both will work يعني من النقطة المهمة برضو انه في حساب distance عموما في حساب اي حاجة ما في الاخر كمقارن لا يهمنيش قوي الـ operation التي تطبق عن كل يعني بالنسبة لي square root في حالة eclidian distance تي operation mathematically intensive على cpu وليس محتاجها فانا ممكن استخدم eclidian distance بس من غير square root لو انا عاوز اوفر performance مش محتاج انما استخدم الاكليون ممكن ناخد example على small training set عبارة عن training set في features التي عبارة عن رقمين بس attribute one attribute two و الرقمين يعبروا عن لهم label وعن class negative positive يعني كده اني بعمل classification problem بشغل two classes بس وبستخدم feature of two values two values اللي هم attribute one attribute two لو انا اعوز classifier 9.1 11 انا اقدر ساعتها اعمل visualization الكلام عن طريق two انا بستخدم features two d اللي هم attribute one attribute two فأقدر ارسم بالشكل ده على الاعتبار انه مثلا horizontal هو vertical attribute two وابدأ اشوف اقرب لو انا حطيت ده pixel ده اللي نظر عليه اللي هي عبر عن circle ودي samples اللي حواليه 2 minus وفي 3 positive انا اشغال على five nearest neighbor وبالتالي انا انا ادار على ارد 5 هم دول ارد 5 اعمدي negative و3 positive يبقى انا الاود بالضعيع classification ده الكلام هايقول لي ان samber اللي هي الدايرة دي هي اقرب للpositive لان دوت هو majority board عدد positive في five nearest neighbor اكبر من عدد النادي k-near stable بيبيني اتحكم اكتر عن the neighbor snapper العادي لكن في نفس الوقت انا هتبقى عندي تظهر مشكلة الhyper parameter ان انا عندي parameter مش عادي فاختار له بلي شكلها ايه يعني k لو هي خليت k-1 يبقى رجعنا للمشكلة الاولى انه sense system جدا للأول liars او noise او اي حاجة زي كده noise point هنا مش معناها noise في الصورة عشان يبقى اوضف noise هنا معناها ان label اللي في noise ان ان الصورة مش sample بتوضح الحاجة اللي انا بدور عليها زي بقى المثال بتاع السماء والبحث ان يمكن يبقى sample قريبة قوي من plus الثانية وغلقة لاخمة التraining شوائية او ان label نفسه معمول غلط يعني انا بدخل millions of images ففي صورة داخل غلط label هي الصورة المظهود انها سماء بس ودخلت الصورة كأنها classification تاني كتبته في label classification وده بيحصل بزرعة بخمة ودخلت عن طريق community او ويبسايت لو انا اخترت الكيه كبير اخترت الكيه المشكلة هدخل معي points باختصار لو انا اخترت كيه 100 ده معناه ان انا بدخل كتير كتير قوي ممكن اتخلص عن كيه اختار كيه equal 1 هتلاقي انه الاقرب هو السكوار ده كيه ابدأ كيه لو انا اخترت كي اقرب كيه can لي وامة اختار كيه الـ Value مهمة جدا 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 في الـ KMN و قد إيه ممكن تفرق في الـ Output بتاع الـ Parameters typically الـ K بيبقى 5 بيبقى 7 بيبقى في الأرقام دي في بعض الـ Applications بتحقق نتائج أحسن لما تزوّده شوية في بعض الـ Applications بتقللوا حاجة بسيطة و بيشتغل لكن الـ Capical بيبقى 7 و 9 زي ما اتفقنا احنا عندنا Hyper Parameters الأول قلناه اللي هو الـ K و ده مشكلة ثاني Hyper Parameter هو الـ Distance لأنه إحنا لو أتقلنا على الـ Distance قلنا أنه فيه نوعين وفيه أنواع ثانية كثيرة ولكن هم فيه نوعين إحنا شرحناه فأنت عندك اختيارين اللي هو المرحة الأولى الـ 1 و الـ L و الـ 2 أو الـ 3 ومهم جدا نفهم أنه ما فيش اختيار من دول صح واختيار من دول غلط إحنا لازم نبقى عرفيه أنه دوله الـ Dependent على المشكلة اللي انت بتحلها يعني ما فيش حل صح وما فيش رقم دائما هيشتغل مع كل حاجة نحن في العادي نجرب نتائج ونجرب بـ Parameters معينة ونشوفها تطلع نتائج شكلها إيه ونبدأ من أداب تحسد نتائج لو لأننا نفسنا بنتحسن لما بنزود الـ K نجرب نزوده أكثر لو لأننا نتائج تبقى أسوأ بنرجع نقلله وطبعا تقول لما سؤالت فيه الـ Insights عن حاجة شغالة الزين تقدر تطلع أفضل برامتر أو تبقى عارف المشكلة اللي بتحصل صحيبها إيه فتبقى عارف تدايجنوز وتبدأ تحلي المشكلة طيب علشان أبدأ أخطار الـ HyperParameters بتاعتي وهنتكلم تحديدا عن الـ K هو ده اللي هناخده كأجزامبل نشتغل به عندي شوية اختيارات ممكن واحد تيجي في دماغه وفكرة أنه يتعامل مع الـ Training Data احنا قلنا أن احنا أول ما بنبدأ المشكلة بنقسم الـ Data بتاعه جزء Training وجزء Evaluation الـ Evaluation ده هنجربه عشان نتأكد من أن الدقة بتاعه الشغل بتاعنا ماشي إزاي لما الـ System اللي تعلم ده هيشوف New Sample هيطلع على النتائج بتاعتها شكلها عامل إيه والـ Training ديه اللي أنا هستخدمها عشان أعلمه بيه مجرد أنه هو يتعلم عن طريقة فأول حل إن أنا أستشوف أكتر حاجة هتطلع نتائج كويسة على Training ديه ودي من الحلول اللي هتعمل لنا مشكلة كبيرة لأنه أنا ممكن أختار تخيلوا إن K equal 1 طلعت نتائج Perfect تاع Training Data بس المشكلة اللي هتحصل لهم ممكن لما أجي أجرب نفس الـ Parameter ده على الـ Test Data الدنيا ما تشتغلش لأنه لما أنا بعود بعلم الـ Classifier عموما على Training Data هو بضرب جتن ما بيبدأ يخش في نوع من أنواع المحافظة إنه عارف يقارنهم بصورة أسهل عارف يشتغل عليهم بصورة أسهل هو أشرفهم قبل كده فهنا الـ Evaluation مش منطقة مش طبيعي أنا مقدرش أختار Hyper Parameter على إن أنا أجربه على Training Data وشوف النتج بتاعها إيه؟ فعندي حل تاني ما أنا ممكن أختار Hyper Parameter based on Test Data يعني أجرب على Test Data كاب 1 وكاب 2 وكاب 3 وكاب 4 لغاية ما لايه أحسن نتيجة وأستخدمها ودي أكبر غلطة ممكن يقع أي واحد شغال في المشين ليرنينج فيه كارثية لأن كل النتائج اللي هتطلع بعد كده هتكون غلط اوعه تعمله ده متعدلكوا 20 مرة هو علشان اوعه تعمل ده لما بتعمل ده أي نتيجة هتطلع معاك هي مش حقيقية أنت اللي عملته دلوقتي أنك لفقت النتيجة يعني أنت اخترت البرامتر اللي هينفع مع الامتحان اللي أنت حطه أنت كده خليت الـ Classifier ده يبقى معمول مخصوص على الامتحان اللي هو المفروض أصلاً ما شافوش الفكرة باختصار أنه أنا عاوز أعلم كأني زي ما اتفقنا كلسفار ده أعمل زي طفل صغير لو أنا علمت الطفل من يجمع اتنين زي ايد اتنين وده اللي قعدت أسألهله طول الأسبوع وبعد كده هو هو اللي أنا جبتهله في التست هو هيقول له أربعة بس هو ممكن ميكونش فاهم الجامع ده بيحصل إزاي هو متعلمش حاجة عشان أعمل ده التست سات دي لازم تكون مفصلة تماماً مدخلهاش في أي هايبر برامتر مدخلهاش في أي حزبة لغاية مختار الهايبر برامتر وقرر هيبقى بكام واعمل الترينج وخلص كل الشغل ده المفروض أن التست سات أنا معرفش عنها أي حاجة عشكا بيسموها كتير قوي في الرفرنسز بلايند سات يعني سات أنا ما شفتهاش قبل كده لازفار ما شفهاش قبل كده ما أعرفش عنها أي حاجة الحل الثالث إن أنا هقسم الترينج سات لجزئين جزء اسمه ترينج وجزء اسمه فاليديشن هعمل الهايبر برامتر باسدون الفاليديشن ده الفارق بينه وبين التست سات إن أنا بجرب وأنا شغاله ده براحتي بقى ده هجرب وغير الهايبر برامتر وجرب عليه تاني وجرب عليه تاني وجرب عليه تاني وجرب عليه تالت وهكذا لغاية ما تأكد إن النتائج طلعة مزبوطة على الفاليديشن طيب افرد التست سات أو الديتا سات بتاعتي لو الديتا سات بتاعتي صغيرة ومش قادر إن أنا أخد جزء أخليه فاليديشن على طول وأجرب عليه أو لو أنا ما عنديش خايف إن أنا الجزء اللي أخده كفاليديشن ما يبقاش معبر قوي عن الديتا سات كلها عندي طريقة جنرال اسمها كروس فاليديشن ودي من الطرق الممتازة جدا اللي أقدر استخدمها إن أنا بأخد الترينيج وقسمه خمس أجزاء لو أنا هستخدم كروس فاليديشن 5 فولز بقسمه الخمسة فولز أو خمسة جروبز كل مرة أخطر واحد منهم كفاليديشن والباقي أستخدمه في الترينيج فمثلا أول تجربة أنا هعيد كده التجربة خلي بالكو خمس مرات عشان أحدد الهايبر بارامترز في الحالة دي أنا هعيد التجربة خمس مرات خمس مرات هبدأ من كلاسيفاير جديد خالص وعمل له ترينيج وتستو على الفاليديشن أجربه على الفاليديشن وارجع تاني أعيد الكلاسيفارم الأول وأعيد الأكسبريمينت تاني فأول مرة مثلا هاخد الفور جروبز دي اللي في الأول أترين عليها وتستعلى رقم خمسة اللي هو ده تاني مرة هتستعلى هترين على واحد واثنين وتلاتة وخمسة وهستخدم رقم أربعة دي كفاليديشن تالت مرة واحد واثنين وأربعة وخمسة كترينيج وتلاتة كفاليديشن وبعد كده أجيب الأفريج بتاع كل ده أجيب الأفريج بتاع النتائج دي كلها ساعتها الميزة اللي أنا عملتها أن أنا اتأكدت أن الهايبر برامتر اللي أنا هستخدمه هو الأفضل على كل الديتا ساعتها أنا موقعتش في أول مشكلة مدخلتش الترينيج ديتا جوة البليديشن لأن أنا ببقى فاصيلها قبل ما أعمل الترينيج تاني حاجة مدخلتش التستست في العملية خالص التستست لغاية دلوقتي لسه بلاين ستت يعني مش كنني مش شايفها أنا ماشتغلتش عليها خالص لغاية دلوقتي لكنها على جمه هستخدمها بعد ما أخلص ترينيج هستخدمها في الإفاريواشن فده الطريقة دي بتكون كويسة جدا والنتاج بتاعتها بتكون روبست بتكون نتاجك كويسة المشكلة بتاعتها ان لو data set بتاعتي كبيرة قوي انا ممكن مقدرش اعمل ده لان هيكون ال training process هتبقى exhausted جدا فساعات هياخد وقت كتير فمش دايما مقدر اعمل الطريقة دي وخصوصا لو احنا اشتغلنا في deep learning والموضوع بقى data set اكبر من الحجم اللي احنا شغالينه لو بنستخد data set صغير ممكن نتكلم مثلا على مثال بسيط لو انا عندي 10 classes اللي هي ال cypher 10 دي data set مشهورة قوي فيها عبارة عن 10 classes 10 classes دي هم اللي ظاهرين قدامكو عبارة عن فيهم طيور فيهم صفن فيهم trucks وعبارة عن 50 الف training image 50 الف image باستخدمهم في التريننج و 10 تلاف test image لو انا هستخدم cross validation هاخد 50 الف دول وقسمهم كل 10 تلاف لوحدة كل مرة اخد 10 تلاف اركنا هم على جنب كvalidation واعمل train على ال 40 الف المتبقين واجرب على 10 تلاف وبعد كده انقل على اغير ال 10 تلاف دي ادخلها واخد واحدة تانية مكانها من الفولز دي لغاية مخلص الخمس مرات وكل مرة احنا شغالين بالnearest neighbor فالمفروض او كان nearest neighbor فانا المفروض بشوف كام واحدة قريبة من كل مرة هعمل القصة دي حاليا انا لسه بجربها على ال validation بجربها على ال validation set الغاية دلوقتي انا test set برا القصة دي خالص هيطلع لي منظر زي ده لما الكيب صفر النتائج طلعالي النقط اللي انتو شايفينها قدامكو دي اللي انا رسمه في ال average هتلاقوه دايما في ال line اللي ظاهر ده ده كده بيعبر عن ال average بتاعي ال line المرسوم والline vertical ده بيعبر عن ال deviation يعني احنا جربنا التجربة دي خمس مرات فقد ايه حجم ال change في النتائج اللي طلع ال vertical axis بيعبر عن cross validation accuracy الدقة اللي طلعه يعني هو مطلع كام سامبل صح من ال validation set لو هم 10,000 مثلا وانا اطلع لي ال accuracy 25 يبقى انا بطلع 2500 سامبل صحة من 10,000 ال accuracy بيتعبر عن عدد السامبلز اللي طلعه صح بالنزول عدد السامبلز الكل عشان لو ركستو في الشكل هتلاقوه ان احسن نتيجة تقريبا في المنطقة دي اعلى average هو وصله لو نزلنا بالكلام ده تحت كده هتلاقوه عند k equals 7 فكده معنى اللي احنا وصلنا له ان انا عن طريق cross validation قدرت اوصل ان احسن نتيجة موجودة هي k equals 7 وده مهم جدا وصل لي النتيجة طبعا مش محتاجة اقولك ان الموضوع ده انا كل عشان اطلع كل يعني كل line من دول عشان احسبه انا عدت التجربة خمس مرات عملت التجربة الخمس مرات بحيث انه لنها كنت شغال زي ما قلنا قبل كده 5 validation 5 folds او cross validation فكل مرة انا كنت بطلع نتيجة بسمتها في vertical line وبعد كده جبت ال average فعدت ال line ده على ال average والstandard deviation هو vertical line الصغير ده باختصار عشان محدش يتوه في القصة دي لما انا بطبق ال cross validation بيطلع لي بحسب ال average بتاع الخمس تجارب اللي انا عملتوهم دول وباخد احسن نتيجة طلع لي فكده انا خلاص عرفت ان احسن نتيجة k equals 7 هياخد النتيجة دي وهي اللي هروح اطبقها على test set مهم قوي نبقى فاهمين ان الكينيرس نيبر اللي احنا شرحناه ده وقلناه ببساطة ان احنا هنقرنه بال pixels ده مش practical احنا استخدمنا ده زي ما قلنا في بداية الليكتشر بس الفجوليزيشن لكن الحقيقة ان انا ال pixel distance مش طبيعي ان انا قدر استخدامه مش هعرف استخدامه مش هتطلع نتيج كويسة خلينا الاول نوضح قد ايه ال distance اللي ما بين ال pixels او الفرق ما بين ال pixels في الصور مش معبر عن الصور الصورة دي مختلفة تماما لو حسبت لها distance metric عن الصور دي مختلفة تماما تماما والصورة دي مختلفة تماما عن الصورة دي في distance metric بالرغم ان انت بعينك عارف كويس قوي ان ال 4 صور دي هم تقريبا نفس الصورة بس التعديلات الصغيرة لكن لو انا طرحت pixel وقعدت اجمع الفرق هيطلع كبير جدا تعالوا ناخد اسهل واحدة اللي هي ال shift دي ليه دي هتطلع نتائج مختلفة لان كل pixel واخده ال value بتاعة pixel مختلفة وبالتالي الطرح ما بينهم او الفرق ما بينهم هيكون فرق كبير جدا والكلام ده على صورتين متشابهين جدا جدا لبعض فالبيكسل distance مش معبر عن اي حاجة ده الاسوأ من ده كمان ان الفرق ما بين الصورة الاولى والتانية هو هو الفرق بين الصورة الاولى والتالتة هو هو الفرق بين الصورة الاولى والرغم ففكرة distance ما بين البيكسل مش بتعبر عن اي حاجة دي اول مشكلة في ان انا استخدم البيكسل distance تاني مشكلة بتحصل هي curse of dimensionality كلما مزود ال dimensions كلما بتبدأ تظهر معي مشاكل اكتر في ال classification ليها علاقة بانه مع زيادة ال dimensions او مع زيادة length بتاع features اللي انا اشغال عليها بتبدأ تظهر صعوبات اكتر في ال classification وحاجات بتخلي ال classification problem much more difficult فاحنا كلما نقدر نستخدم features اقل بتعبر عن الصورة ده بيساعد ال classification or another classification ان هو يعرف يطلع values مزبوطة في حالة البيكسل distance احنا بنستخدم feature طويلة جدا الفيتشر دي عبارة عن الفرق ما بين كل pixel والتانية لو مية في مية يبقى احنا حوالي عشر تلاف بيكسل يبقى فيكتور طويل جدا 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 فده بيخلي النتائج تتعرض لل curse of dimensionality او تتعرض لكل المشاكل بتاع المشكلة دي حل ده ايه ان انا بدل ما ادخل input على ال KNN الصورة زي ما هي هدخل feature بتعبر عن الصورة دي نقدر نلخص كده ال key nearest neighbor ان هو عبارة عن طريقة نعمل بيها image classification بنبدأ ان احنا نقسم السامبلز اللي خلالي جزء training جزء test set علشان اعرف التست set اللي داخلي ده نوعه ايه بشوف اقرب key samples قريبين منه وابدأ اشوف majority vote مين اكتر يعني لو انا بتكلم على two classes بشوف مين فيهم وظاهر اكتر في الخامسة دول بعد كده اتكلمنا انه في حاجتين اسمهم hyper parameters حاجتين انا بختارهم حسب ال problem اتكلمنا عن distance matrix واتكلمنا عن L1 distance وال L2 distance وتكلمنا عن K وقلنا ان اختيار ال parameters دي متوقف على الالجوريزم متوقف على ال application بتاعي عشان اسهل القصة دي اخترعنا حاجة اسمها validation set واخترعنا طريقة نقدر نستخدم فيها اكتر من validation set اللي هي K fold cross validation في الاخر خالص بعد ما بخلص كل الكلام دوت واختر احسن K واحسن distance بعمل training على training set وفي اللحظة دي بس بعد ما كون خلصت كل اللي فات evaluate الحاجة على test set هنتكلم دلوقتي عن linear classifiers وهي family of traditional classifiers من الحاجات اللي كانت بتستخدم كتير ولغاية دلوقتي بتطلع نتايج كويسة في بعض ال applications احنا هنتعامل مع كتير من ال classifiers دي ب level of ك high level كتعامل دي بتستخدم ازاي؟ ال output معناها ايه؟ النتايج دي؟ شكلها ايه؟ امتى استخدمها؟ امتى استخدم الحاجة الفلونية اللي فيها؟ لكن مش هنخش in details اوي فيها ده out of our scope، out of scope بتاعنا الكورس بتاعنا لكن لو حد ناوي يتكلم في machine learning فدي نقطة مهمة لازم الناس تتعرف عليها اكتر لكن احنا بالنسبة لنا كورس image processing and computer vision احنا تحديدا هنركز على زي ما اتفقنا كده ده شغال ازاي؟ ال output ده معنا ايه؟ الهدف اللي احنا عاوزين نوصل له ايه؟ فنبقى احنا بنتعامل معها قادرين نفهم كل خطوة بتعمل ايه بالزبط؟ خلاصة ال linear classifiers ان انا عندي input بشكل معين اللي هو في الحالة دي مثلا صورة هضربه في weight او parameters هضربه في matrix كبيرة مليانة ارقام الماتريكس دي هتطلع لي score لكل class لو انا مثلا عندي 10 classes زي ال example احنا كنا قلنا من شوية تاع Cypher فانا عندي 10 classes cat و dog و truck فهو يطلع لي score لكل حاجة كلما ال score ده قرب الصورة للكاتيجري بتاعها كلما ال classifier بتاعي يكون اتعلم بصورة احسن الاوتبوت بتاعي لو هو عبارة عن 10 classes فانا هيكون شكل الاوتبوت بتاعي 10 في واحد عبارة عن 10 values بتاع كل class لو افترضنا من الصورة ال input عبارة عن 32 في 32 في 3 فانا ممكن احولها ال 1D vector tool و 3072 يبقى كده اقدر اقول ان ال weight اللي يقدر يحول من ده لده هو عبارة عن 10 في 3072 عبارة عن 10 rose في 3072 كولوم ده كده هيكون شكل الماتريكس بتاعة ال weights زائد بستخدم حاجة اسمها bias عبارة عن رقم بيتضاف على الحزبة دي لما تخلص يبقى انا كده هاخد الصورة هاضربها في ال weight في ال weight matrix واجمعها على ال bias تعالوا نطبق الكلام ده على سمبل صغيرة هنعتبر ان الصورة بتاعتي عبارة عن 4 pixels هاخدها الاول اعمل لها flatten زي ما احنا قلنا احولها من 2D ال 1D وبعد كده اضربها في ال W واجمع عليها ال B النقطة دي مهمة قوي ان احنا ناخد بالنا من ناحية algebraic انا علشان احسب الكاتسكور ده ده تحسب ازاي ده عبارة عن انا ضربت اول رو في الماتريكس دي هو عبارة عن matrix multiplication عادي جدا ضربت اول رو في الماتريكس دي في الصورة كلها وجمعت عليها اول value في ال B فده يطلع لي الكاتسكور عشان احسب الدوجسكور هضرب تاني رو في ال weights في الصورة كلها واجمع عليها ال B فيطلع لي الدوجسكور وثالث رو في ال weight لما اتضرب في التنسور ده او في الفيكتور ده واجمع عليه ال B هيطلع لي ال shape score وبالتالي انا كل رو في ال weight بيعبر عن ال value اللي هتأثر على ال score بتاع class more classes بتاعتي نقدر نشرح ده بصورة ابسط على الرسمة دي انا عندي ال input image لما بضربها في اول جزء في ال W اللي هو الجزء اللي هو كان اول row واجمع عليها ال B هيطلع لي ال score بتاع الصورة دي كات ولا مش كات لو انا ضربت الصورة دي في تاني row وجمعت عليه ال B هيطلع لي الصورة دي تاني class مثلا ضد ولا مش ضد وهكذا اقدر كمان افهم الجزئية دي على اعتبار ان كل جزء من ال weight الجزء اللي هو اللي لونه orange ده اللي كان بيعبر عن ال cat score او الجزء ده اللي بيعبر عن ال drop score وهكذا انه كل واحد من المجموعة دي هو عبارة عن ال average بتاع كل الصور اللي بتمثل الكلب او القطة او الكلام ده كله فلو انا عملتله فيجوليزيشن هتلاقو انها تحت كده عاملين فيجوليزيشن لو انت مثلا ركزت على ال chips هتلاقي ال chips لونها ازرق وده منطقي لانه معظم ال chips بتتصور في البحر والبحر خلفيته زرقه فلو انا خدت ال average او template للسفن هيبقى معظمها اللون ناحية الازرق لو ركزتوا قوي في الصورة بتاعة ال horse ودي فيها نقطة مهمة جدا هتلاقي انه كأن ال horse لي two heads لي head ناحية الشمال وهيد ناحية اليمين وده لان انا عندي ال input images جزء منها في صور ال horse باصص ناحية اليمين وجزء تاني باصص ناحية الشمال وهكذا نقدر كمان نشرح ال linear classifier عن ضريق geometric viewpoint نقدر نقول ببساطة انه ال linear classifier كأنه عمل separation ما بين ال classes المختلفة في ال space فلو انا جيلي اي صورة في المكان دا انا هاعتبرها car لانها البعندري بتاع الحقarte ولو انا جيلي اي صورة في الدير انا هاعتبرها او دير لأنها البعندري بتاع الدير وهكزا وهكذا. فكده انا اقدر كمان افصل لينير كلاسفاير مرة بسطله بطريقة الجيبريك مرة بسطله في طريقة إلستريشن او فييو انا هشوفه ازاي وقدر كمان اشوفه من ناحية جيومتريك ان هو عبارة عن سبريشن او سبارابل سبيسز مشكلة لينير كلاسفاير ان فيه كيسز هو مش هيعرف يفصلها عن طريق بلين او عن طريق لين في حالة التو دي انا مفيش طريقة اقدر افصل مثلا الكلاسز في الحالة الاولى دي مفيش لاين اقدر ارسمه يفصل الكلاسز عن بعض لو انا خدت لاين مثلا عامل كده فانا هتطر اخلي اللي على يمينه كلاس ولي على شماله كلاس فبرضو هيبقى الحزبة بتاعتي غلط تاني كيس نفس الكلام تالت كيس نفس الكلام ما عنديش حاجة اقدر افصل بيها انها تكون عبارة عن لاين ليه؟ لانه الكلاسفايرز اللي احنا شغالين عليها لغاية تبقى عبارة عن كلاسفايرز لينير عبارة عن مجرد لو في حالة الدو دي هتبقى مجرد لاين بيفصل الكلاسز عن بعضها لغاية دلوقتي انا كنت بافترض ان الويت ماتريكس موجودة معي اللي هيسميناها دابلي وفي الاكويشنز اللي فاتت لكن الحقيقة ان الويتز دي بتتحسب بيتعمل لها ترينيج الكلاسفاير هيتعلمها لغاية ما يطلع احسن ويتز يقدر عليها عشان اقدر اطلع الويتز دي محتاج حاجتين اول حاجة loss function دي من الاخر كده بتحسب انا اقد ايه بعيد عن الهدف اللي انا عاوز اوصله فلو انا عاوز اعمل classification انا بروح لكل صورة واشوف الصور اللي اتحسب ال classification بتاعها غلط وحاول زق الclassifier انه يغير الويتز اللي هو مسجلها عشان يطلع سكور اعلى للكلاسفيكيشن الصح اختصارا اللص بيعبر عن الunhappiness بالscores اللي طلعه او بالنتايج اللي طلعه من الclassification تاني حاجة انا محتاجها الoptimization ايه الطريقة اللي انا بعد ما عرفت انه المشكلة في الحاجة الفلانية في اللص ان النتايج طلعه سيئة للكات النتايج طلعه سيئة للدوك بعد ما عرفت الكلام ده ايه الطريقة اللي الclassifier هيستخدمها عشان يأبديت الويتز فكل شوية انا هاخد شوية صور اعديهم مع الclassifier اطلع نتايج احسب اللص استخدم الoptimizer ده علشان يحدث الويتز بتاعت الclassifier بعد كده ارجع تاني اخد مجموعة صور تانية وهكذا وافضل اعمل القصة دي اتريتفلي كتير جدا لغاية ما الclassifier يساتيوريت يعني يوصل لأعلى حاجة يقدر يوصل لها احسن نتيجة يقدر يوصل لها وبكده الclassifier يبقى trend القيم بتاعت الw هتبقى فضلت تتعدل لغاية ما تطلع احسن نتايج ممكنة حسب الclassifier وحسب ال training set هنشرح نرصه على مثال بسيط قوي هنعتبر ان انا عندي كل training set عبارة عن 3 صور بس دخلت ال3 صور دول الclassifier وهو لكل صورة بيطلع score الصورة دي cat ولا car ولا frog فهنا مثلا في حالة الكات هو نطلع لي score بتاع الكات 3.2 score بتاع الكار 5.1 score بتاع الفوج minus 1.7 وده طبعا غلط لانه classifier في اللحظة دي مفترض ان الصورة بتاعت الكات مدي score اعلى للكار يعني هو مفترض ان الكات ده ان الصورة الاولى دي صورة عربية فده كده مش مزبوط لو جينا لتاني لما دخلت العربية على نفس الweights طلعت لي ان الصورة بتاع ان دي عربية اعلى لما انا دخلت الفوج على نفس الweights طلعت لي انه اعلى حاجة هي الكار فبرضه طلعت لي نتائج غلط يبقى انا كده عندي النتيجتين دول مش مزبوطين والنتيجة دي نتيجة مزبوطة انا اللي اقدر اعمله ببساطة ان انا لو في طريقة احسب بيها اللص لكل sample يعني اقدر اقول اللص بتاع الكات كزا واللص بتاع العربية دي كزا واللص بتاع الفروك دي كزا وجبت ال average لبقى انا كده جبت total loss بتاع ال data set بتاعتي اللي في الحالة دي عبارة عن 3 samples المulti class SVM loss هو عبارة عن loss من losses المهمة جدا اللي بتستخدم في الSVM في الSVM Classifier والSVM ده اختصار support vector machine ده نوع من انواع Classifiers المشهورة جدا اللي بتستخدم وبتطلع نتائج كويسة جدا احنا هنتكلم معناها عن اللص function دي بصورة من الانتوائشن جات منين وازاي بتستخدم ونتائج بتاعيتها معناها ايه القصة باختصار ان انا عاوز كل correct classification يكون اعلى من بقية الclassifications لنفس الصورة بعلى اقل واحد يعني في حالة الكار دي مثلا لو ركزته هتلاقوا الcorrect classification اللي هو ان الكار دي عبارة عن كار اللي هو 4.9 ده كده الcorrect classification هتلاقوا اعلى من الother classification باكتر من واحد يعني 4.9 ناقص 1 و3 من 10 ده اكبر من واحد وال4.9 ناقص 2.0 اكبر من واحد معنا كده ان هنا اللص بالنسبة للكار دي صفر طيب لو ما كانش الفرق واحد بحسب ازاي اللص بكل بساطة بشوف اكبر اختلاف ما بين الvalues الغلط والvalues اللي انا فيها يعني تعالى مثلا ناخد الكات هنا كexample عشان احسب اللص بتاع الكات مبدئيا الكات مش اعلى من الباقي يعني الكات مش اعلى من ال5.1 فلو طرحت 3.2 minus 5.1 الفرق مش هيطلع واحد هيطلع اقل من واحد يبقى مبدئيا كده فيه لص كده احنا متفقين انه هنا هيبقى فيه لص احسبه ازاي اطرح اعلى رقم موجود ناقص 3.2 واجمع الناتج واحد ده كده هيبقى اللص بتاع اول سامبل فده هيطلع لي مثلا اكس بعد كده اروح للسامبل التالتة اعمل نفس الكلام فيطلع لي مثلا واي هجمع الاكس زائد الزيرو زائد الواي وده كده هيكون اللص بتاع الاس فيام نقدر نرسم الكلام دوت على جراف عشان نقدر نفهم معناه اكتر انا عندي طول ما الفرق ما بين الcorrect classification اللي هو في الحالة دي اسمه طول ما الفرق بينه وبين بقية الclasses او بقية الclassifications طول ما الفرق اكبر من واحد اللص هيفضل بزيرو اللي هو اللاين اللا زرق ده لو الفرق اقل عن الواحد يبدأ اللص يزيد وكل ما يقل اكتر كل ما يزيد اكتر ده معناه ايه ده معناه ان لو انا الclassifier بتاعي مش قادر يفصل الكات عن الدوت بمسافة كافية فانا بشجعه كل شوية انا اقوله حاول تفصل ما بينهم اكتر حاول تفصل ما بينهم اكتر كل ما يبقى الclassification الفرق دي او يبقى الclassification اصلا غلط يعني هو طلع class تاني خالص اللص يفضل يزيد فكده يبقى الـ SVM طول الوقت عارف هو بعيد قد ايه عن اللي المفروض يوصله وده كده الـ loss function طيب لو انا بقى محتاج الـ optimization تجز احنا مش هنتكلم فيه بالتفصيل لكن باختصار الclassifier بتاع الـ SVM بيستخدم طريقة اتريتف ان هو كل شوية بيقعد يحاول يجرب ازاي يفصل ما بين السامبلز دي عن طريق حساب الـ loss function بعد كده يحسب الـ loss function تاني يلاقي الفرق لسه مش مزبوط يقوم مجرب ان هو يفصل ما بينهم اتريتف لي كزا مرة لغاية ما في الاخر خالص يقدر يفصل السامبلز عن بعضها اللي يهمني قوي ان احنا نبقى طلعنا بيمن هنا ان الفكرة بتاعت الـ SVM ببساطة جدا انا عاوز ابعد correct classification عن wrong classification فلما الـ classifier يشوف object جديد او سامبل جديد يبقى الـ separation بتاع الـ classes واضح بالنسباله فيقدر يعمل له classification مزبوط هنتكلم عن موضوع الـ Neural Networks والـ Neural Networks زي ما في كتير من انكم عارفين جات كلمة Neurals لان هي inspired من الـ Neurons اللي موجودة في المخ بتاع الانسان او الـ connections ما بين الـ Elements في مخ الانسان لو احنا اخدنا مثال Neural Network بسيطة خالص هي عبارة عن بتكون متقسمة الـ Input Layer ده الـ Input اللي داخل الـ Network وده الـ Output Layer اللي خارج من الـ Network وبيكون فيه في النص عبارة عن Hidden Layer او مجموعة من الـ Hidden Layers كل نود من الـ Nodes بتاعت الـ Header Layer دي فيها ويت زي اللي كنا بنحسبه فيها W او WB وبيكون شكل الـ Neural Networks في الحقيقة عبارة عن كذا Layer او ربعض مش One Layer المفروض ان احنا الـ Neural Networks العادية عبارة عن Fully Connected Layer يعني كل نود في الـ Layer دي متوصلة بكل الـ Nodes اللي قبلها وهكذا كل نود من دول متوصلة بكل الـ Nodes اللي قبلها بعد ما بتعدي على الـ Waits دي كلها وتتضرب الـ Input يقعد يعدي على كل Layer من دول ويتضرب في الـ Waits دي يطلع لي في الآخر خالص الـ Score بتاع الـ Classes طيب احدد الـ Waits ازاي؟ الطريقة الـ Basic ان انا استخدم Trial and Err الحقيقة انه بالرغم ان الطريقة دي تباين تفهة جدا ومش منطقية لكنها بتطلع نتائج كويسة بتطلع نتائج معقول لكن مشكلتها انها بطيئة جدا لان انا في الآخر بعمل تغييرات ملهاش منطق مفيش وراها منطق معين يعني ممكن اعمل عشر تغييرات غلط عشان اراقي تغيير واحد بيحسن النتائج الطريقة التانية والطريقة اللي بتستخدم في معظم الـ Neural Networks هي Pack Propagation Algorithm الموضوع باختصار ان انا لو قدرت احدد لو انا عندي loss function loss زي ان احنا قلنا قبل كده او اي طريقة لحساب loss الطريقة بتقارن ما بين الحاجة اللي انا مستنيها والحاجة الـ Value اللي طالع على لو انا ده عندي اقدر احسابه واقدر اعرف لو انا غيرت فويت معين ده هيحسن ولا هيوحش لو انا غيرت الـ Value بدرجة صغيرة جدا هاقدر احدد اذا كان النتيجة دي هتتحسن ولا هتقل يبقى انا كده اقدر امشي في الاتجاه المزبوط تخيلوا معايا لو انا عندي One Weight مثال عشوائي جدا انا عندي One Weight بس لو انا زودت Point OO1 النتائج اتحسنت شوية يبقى الاتجاه اللي هيحسن النتائج للـ Weight ده ان انا ازوده ازوده بمقدار معين لو انا لقيت لو انا قللت لو انا زودت الـ Weight ده النتائج بقت اسوأ يبقى انا محتاج علشان احسن النتائج اقلل الـ Weight ده تمام؟ فكرة ان انا ازود بقيمة صغيرة اوي هي في Mathematically هي الـDrivative او الـ Gradient ان انا احسب الـDrivative بتاع الـ Loss الموضوع باختصار يا شباب ان انا كل اللي انا هعمله لانا هجيب الـDrivative بتاع الـ Loss بالنسبة لي كل لير فابقى عارف الـ Loss بيزيد ولا بيقل لما اللير دي تتغير قيمتها بدرجة معينة وحسب ده هبدأ اعدل القيمة بتاعت اللير دي ويحصل Back Propagation يعني الـDrivative اللي انا حسبتها دي احسب منها اللي قبلها وبعد كده احسب منها اللي قبلها وبعد كده احسب منها اللي قبلها لغاية الاول لير خلص لغاية اول hidden layer كده انا عملت كده انا عرفت انا ايه الاتجاه اللي محتاجة يمشي في كل نوت في كل نوت من النوت دي علشان احس النتائج يعني مثلا ممكن يطلع لي ان الـDrivative تقولي ان انت هنا محتاج تزود انت هنا محتاج تنقص انت هنا محتاج ما تغيرش اي حاجة الـ Gradient بصفر انت لو غيرت في اي اتجاه مش هتحسر النتيجة فخلي الحاجة زي ما هي النتائج اللي طلعت لدي هستخدمها علشان اعمل update للweights فالميزة ان انا دلوقتي بقى الـUpdate نقدر نسميه Directed Update يعني انا عارف وانا بعمل update ان الـUpdate اللي انا هعمله ده هيحسن النتائج كده باختصار عشان برضو لو كان حد وقع انا بحسب الـLoss Function ومنها بستخدم الـDrivatives اللي منها ببدأ احسب لكل layer ايه الاتجاه اللي انا محتاج امشي فيه سواء ازود او اناقص علشان اعمل update للvalues واللي بيقوم بالقصة دي حاجة اسمها Optimizer هو ايه الطريقة اللي انا بعد ما عرفت الاتجاه هزوده يعني هزوده بقد ايه هل هزوده بقيمة كبيرة اوي هل هزوده بقيمة قليلة اوي انا عارف ان انا لو مشيت في اتجاه البوزد النتيجة هتتحسن بس الـOptimizer بيحدد انا محتاج امش في البوزد بقد ايه هل كل الـWates زي بعضها ولا كل ويتها مش فيه في اتجاه مختلف ولا هل في اوقات محتاج افريز الـWates شوية ده كله الفيلد بتاع الـOptimizer كده انا خلصت الترينينج بتاعي المفروض ان انا لو عملت العملية اللي احنا حكينا فيها دي مثلا الف مرة خمس تلاف مرة عشر تلاف مرة حسب حجم الـDataSit بتاعتي كل مادة الـWates بتتحسن لغاية ما الـWates هتساتيريت خلاص مش تتحسن عن كده هلاقي الـGradients بتاعتي بقت ساتيريت يعني بتتغيرش تاني مش قادرة تحسن في النتايج تاني لما بوصل لدوت بعمل Classification يعني خلاص بقى مش يبقى فيه Back Propagation مش يبقى فيه Gradients كل اللي بيحصل ان انا باخد الـInput اللي جايلي الصورة اللي ده خلالي او كان الـInput شكله ايه بعديه على كل الـHiddenLayers لغاية ما يطلعلي الـScore في الاخر ده هعتبره الاخد اعلى score منهم يبقى هو ده Classification فلو هنطلع لي مثلا الـScore ان ده Cat يبقى الـClassification بتاعي انه ده Cat طريقة من طرق الـEvaluation ان انا احسب الـAccuracy اللي انا بمجرد بس باحسب الـCorrect cases على الـTotal cases لو انا الـTest Set بتاعتي عبارة عن 10,000 sample وانا طلعلي من 10,000 دول 9,000 مزبوطين يبقى انا كده بتكلم على accuracy 90% يبقى انا اتدكة بتاعة الموضل بتاعي بعد ما اتعلم 90% والكلام ده ينطبق على اي Classifier انا باستخدمه سواء استخدمت nearest neighbor k-nearest neighbor svm سواء استخدمت neural network كلهم في الاخر ممكن احسب لهم accuracy وطلع على النتائج بتاعتي بس النقطة المهمة جدا في الموضوع ان الكلام ده كله يتحسب على الـTest Set بعد ما اكون خلصت كل الـOperations في كل الخطوات اللي فاتت انا شغال blind test set يعني عمري ما شفتها قبل كده عمري ما خليت الـClassifier بتاعتي الـClassifier بتاعي يشوف test set ببدأ اتعامل مع test set بعد ما خلص training خالص بان انا استخدم evaluation من اشهر الـEvaluations في حالة classification بالذات هو accuracy انا بحسب كم سامبل صح من total سامبل شكرا